اشتركوا في القناة ما يأكل زار الشام فإذا به يقدمون لطعام هو الوفد يبي يشوف الولاة الرعية زار الشام وقدموا لطعام فسأل الوالي قال أمن هذا الطعام يأكل فقراءكم شوفوا السؤال شفت اليوم بعض الولائم اللي صحون كبيرة اللي الصحن مثل الجبل مثل التل وكله رح يرمى في القمامة يمكن يذبح لشخص عشرات الذبايح وهما يأكل لقمة ولقمتين بس عشان يشوف إكراما لا أي إكرام هذا هذا إصراف قال عمر أيأكل فقراء المسلمين من هذا قالوا لا يا أمير المؤمنين طبعا لا قال أفيهم جياع قالوا نعم أكيد قال وما لهم فقام واحد من الصحابة قال لهم الجنة يا أمير المؤمنين يعني الله قسم الناس هؤلاء الناس يصبرون لهم الجنة قال إيه إن كان قد اختار الله لنا هذا واختار لهم الجنة إنه لبون كبير يعني حرام إحنا ناكل الأكل هم يدخلون الجنة فلم يأكل منه شيئا عمر لما مرض قال الطبيب له قال الطبيب اشرب عسلا كل عسلا قال ما عندي أشتري قال الصحابة خذ من بيت المال أنت محتاج صدق عليك قال لا والله اذهب يا فلان واجمع الناس في المسجد فجمع الناس في المسجد قال وما أقول قال فإذا اجتمع الفقراء والمساكين فاستأذنهم فإن أذنوا لك فاشتري لي بدرها من عسلا اجمع الشعب قلهم الأمير مريض يبي يشتري عسل وما عنده فلوس مريض دواه هل تأذنون له أن يشتري عسلا فإن اعترض واحد لا تشتري هذا عمر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يوم من الأيام بعض النساء حول النبي جلوس أكثرنا عليه بالسؤال هذه تسأل وهذه تسأل نساء قبل آية الحجاب شوي ويسمعون من يسمعون أن عمر داش فإذا بكل وحدة تهرب وتغطي نفسها عمر داخل الحين يعرفون الرسول رحمة ولينا كل واحد لصفة لكن لما عمر دخل الكل هرب فلما دخل عمر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حدث فإذا بعمر يذم النساء أمام رسول الله وهن يرددنا عليه والرسول يضحك فقال عمر فقال رسول الله إيه يا ابن الخطاب إيه يا ابن الخطاب والله ما سلك تفجن إلا سلك الشيطان فجن غيره أنت حتى شياطين الجن تهرب منك إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قبل ما نقول بعض قصصها المؤثرة ترى عمر عنده فراسة عمر مو شيء ذكاء عادي لا في شيء اسمه فراسة الواحد يشوفه بعين الإنسان يفهم شيء وأحيانا الله يلهم إلهام أحيانا جاءه واحد من الرجال يعني فيها طرافة قال عمر ما اسمك قال اسمي جمرة جمرة نار قال ما اسم أبيك قال شهاب الله جمرة بن شهاب قال من من قال من الحرقة من بني من من بني ضرام الله جمرة بن شهاب من الحرقة من ضرام كل نار قال من أي بلد قال من الحرة قال من أي مكان في الحرة قال من ذاتي لضا فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا حق على بيتك فرجع الرجل وإذا بالبيت يحترق ألهم الله عمر أن ينقذ هذا الرجل بأهله أدرك أهلك فقد احترقوا فلما ذهبوا إذا البيت اشتعل بعد كل نار بنار البيت احترق عمر عنده فراسة بل الله أعطاه كرامات يوم من الأيام يخطب يخطب وأرسل سرية إلى غزوة إلى معركة في زمنه وهو يخطب قطع الخطبة فإذا به يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل قصة عمر أي سارية الجبل وإذا يكمل الخطبة بعد أيام ترجع السرية ويخبرون عن معركتهم كادوا أن يهزموا يقول هزمنا وكدنا أن نقتل فسمعنا منادني ونادينا يا ساري الجبل يقول فرأينا جبلا فاحتمينا به فنصرنا الله من الذي أوصل صوت عمر طبعا هذه كرامة ملعي إنسان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تبي تسمع عمر عمر بن الخطاب هذا الرجل القوي الشجاع إذا سمع القرآن بكى يوم من الأيام يمشي فيسمع شابا يقرأ وإذا بالشاب يصل إلى قول الله إن عذاب ربك لواقع فجلس عمر يبكي ويسمع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فأسر عمر إلى بيته وجلس يبكي يقول ظل شهر مريض مريض ما يدري الناس ما به تدرون ما به آية آية أسقطته بالفراش عمر عمر أكثر صلاة فجر يصليها بالناس يقرأ سورة يوسف يحبها كان يحب هذه السورة ويرددها كثيرا في صلاة الفجر وكان إذا وصل إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كان يتوقف ويبكي ويصبع نشيجه في آخر صف آخر صف يسمع بكاء عمر هذا عمر عمر تولى الخلافة بعد أبي بكر طلبا من أبي بكر وأمرا أبو بكر أمر حاول أن يتهرب فما أذن له أبو بكر تتولى الخلافة تتولى الخلافة تولى الخلافة وإذا بالصحابة يراقبون عمر بعد خلافته ما يسوي فيهم فإذا به أرحم من قبل خلافته يتبعه طلح بن عبيد لا يوم يشوف كل يوم هو خليفة يدخل بيتا في ناحية المدينة أسرع إليه يبي يشوف أي بيت هذا عرف طلح البيت حداه الله عمر قصة قصة البيت اللي يدخل سراً هذا فإذا به لما خرج عمر دخل طلحة وجد في البيت امرأة عجوز نفس قصة أبي بكر عمر سار على خطأ أبي بكر وجد امرأة عجوزاً في الدار عمياء حسيرة على الأرض قال يا أماه ماذا يصنع الرجل الذي يدخل قالت والله لا أعرفه ما أدري يدخل علينا كل يوم فيحلب شياهنا ويصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويغسل ثيابنا قال أما عرفت من هو قالت والله لا أعرفه بكى طلحة وقال لنفسه يا طلحة أعثرات عمر تتبع أعثرات عمر تتبع شي تقول يا طلحة هذا عمر عمر الملهم عمر تربية رسول الله عمر الذي تربى على مشكات النبوة يوم من الأيام عمر تأتي يمشي في الطريق يشوف لامرأة امرأة عجوز فإذا عمر عند صاحبة يمشي معاه وهو خليفة فنظرت العجوز إلى عمر قالت إيه يا أمير المؤمنين توقف عمر وتوقف من عنده قالت أذكرك يقال لك عمير أنا أذكرك كان ينادونك يا عمير حتى ما يقولونك عمر تلعب مع الصبيان وتصارعهم في سوق عكاظ أنا أذكرك ثم كبرت حتى قيل لك عمر صرت كبير وصرت عمر ثم كبرت حتى صرت أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإذا بعمر يبكي فقال من عنده يا عمت الله اتق الله اتق الله إنه أمير المؤمنين فقال عمر لا تركها تتكلم دعها تتكلم ألا تعرف من هي قال لا أعرف قال إنها امرأة سمع الله وكلامها أفلا أسمع كلامها قال من هي قال إنها خولة قد سمع الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يقول الله سمعها أنا ما أسمعها خولة بنت حكيم عمر موحد موحد متبع شوف الصفعتين لازم لازم تكون على التوحيد تحقق الاتباع يوم من الأيام كان يقبل الحجر الأسود يبيعلم الصحابة يعلم أصحابه توحيد قال اسمعوا إني أعلم أنك حجر حجر الأسود في أفضل منه أفضل حجر ومن قبله واستلمه يشهد ليوم القيامة يحط الخطايا حطا من الجنة نزل في بعض الروايات قبله عمر ثم قال أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر مو اليوم اللي شايلين اللي خرزة حاطينها على إيدهم ولا معلقها ولا حاط على وسادة الولد ولا معلقها ما حقا قال عشان ما يصفيني شيء شوف الجهل حجر الأسود عمر يقول أنا أدري أنك ما تنفع على الضر توحيد ولولأني رأيت رسول الله قبلك والله ما قبلتك الله أكبر شوف اتباع نحن فقط نتبع لكن ما في شيء ينفع ويضر إلا إذا أذن الله بهذا بس ثم سمع في خلافته أن في شجرة اسمها شجرة الرضوان تعرفون شجرة الرضوان اللي بايع الصحابة عندها اللي الله رضي عن الصحابة كلهم لما بايعوا رسول الله رسول الله عندها في صلح الحديبية سمع أن بعض الصحابة من حدثاء العهد بالإسلام اللي تهم أسلموا بدأوا يزرون هذه الشجرة خاف عمر وإذا به يرسل الصحابة فقطعت هذه الشجرة بترت أزيلت من أصلها يخاف على الناس الناس يبدأون بالتبرك شوي شوي عظمون شوي شوي يمارسون عبادات عند المكان شوي شوي يبتدعون أشياء حتى تعبد من دون الله هذا اللي صاير اليوم قبور تعبد تخيل لو شجرة الرضوان لليوم موجودة جن أكثر من كعبة يمكن اليوم قبور يحج إليها كل سنة أكثر من مليونين إنسان مثل الكعبة قبر لكن عمر يعلم عمر فقيه عمر يعلم أن التوحيد أعظم ما في الدين والشرك أسوأ ما في الذنوب ولهذا قطع من أصله يوم من الأيام يمشي في الطريق ومرأة عجوز ما تعرف عمر ما تعرف منه هذا شافها تبكي قال ما لك قالت عيالي جياء قالت قال ما عندك ما تشترين به طعاما قالت والله ما عندي درهم هي ما تعرف عمر ثم قالت والله لئن بعثني الله يوم القيامة لأخاصمن عمر بن الخطاب قال ولما ليش شلاقة عمر قالت إنه أمير المؤمنين قال وما يدري عمر عنك اشتراه قالت يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عني ما يصير فإذا به يقول لها يا أمة الله ما رأيك هي ما تعرف الحين ما رأيك لو أعطيتك من جيبي خمسا وعشرين دينارا دينار غالي ممثل الدرهم قال ما رأيك لو أعطيتك خمسة وعشرين دينارا قالت ولم قال أشتري منك ظلامة عمر علشان يوم القيامة ما تشتكن على عمر قالت أتهزأ بي يا رجل خمسة وعشرين دينار مش وي قالت أتهزأ بي يا رجل قال لا والله ما أهزأ ما رأيك وإذا به يفاوضها فيدخل يمر عليهما من علي بن أبي طالب وابن عباس فإذا بهما يسلمان السلام عليك يا أمير المؤمنين ويحي ما صنعت أنت أمير المؤمنين قال نعم لكنك قبلت بالبيعة قالت لا والله عفوت قال لا أما أنا لا أرجع البيعة وجاء عمر بعلي وابن عباس قال اشهدوا قالوا على من اشهد قال يوم القيامة أن هذه المرأة باعتني ظلامتها شفت عمر كيف يخاف من ربه جل وعلا